اشتركوا في القناة اناشدكم ان تساهموا في هذا المشروع الخيري واني واثق ان احدا منكم لن يظن بجهد او ما والان ايها الزميلات والزمناء اقدم لكم صاحب المشروع وامين صندوق الجمعية رجل الانسانية والمروءة حافظ امين استغفر الله استغفر الله بصراحة انا فكرت في مشروع الوحدة الصحية لابناء وعمال موظفي الجمعية لحاجة في نفسي زي ما انتوا عارفين انا محروم من الاولاد ومش ممكن قلاء راحتي او ساعدتي او وجودي في الحياة الا فيه ساعد الطفولة البريئة والظاهر الاطفال في الجمعية عارفين نقطة الضعف اللي فيها دايما يغمروني بحبهم اسعد لحظة عندي لما يحطوا اوديهم في جيوبي وياخدوا البنبوني والشوكولاتة في الوقت انا باخد منهم كتير بتسامات حلوة بتخلينا حسني قبل قبلهم كلهم وانا لا يسعدني بالمرة انه قال عني رجل الانسانية والمروءة لما يسعدني اكتر لما اسمع الكبار والصغار وهم بينادوني بابا حافظ والان نفتتح كشف التبرعات ايوة مين من السادة حيفتتح التبرعات السيد خالد الشيبي خمسين جنيه خمسين جنيه سيد خالد الشيبي الانسانية والانسانية 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 الانسانية والانسانية 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 وال في حد تاني المهندس أحمد عبد المصطفى سبعين جنيه أيوان هاد تلتمية جنيه؟ لا إرش الطفلة نهاد أحمد مصطفى تلتمية إرش ودلوقتي يا حضرات الزميلات والزملاء قبل ما نختتم اجتماعنا اسمحوا لي أضيف مبلغ المتواضع إلى قيمة تبرعاتكم قمصوا 100 جنيه وزارة الشؤون تبرعت فعلاً ب3000 جنيه وزارة الصحة وعدت باستكمال المستحضرات الطبية أنا مستعدة أخصص من وقت ثلاث يام في الأسبوع دي حاجة جميلة جداً يا دكتورة أهلاً حبفتي بالحضن أهلاً صديق الحبيب أهلاً مع السلامة يا حسنا الله يسلم مع السلامة سيد أحمد تحافظ بيه؟ ايو رشاد عملت إيه؟ أنا خلاص فنم قفلت الحسابات أي خدمة؟ كده؟ طب تفوت علي في البيت علشان نكمل ميزانية المشروع إمتى يا فنم؟ حتصل بيك قبل ممشي أنا آسف يا رشاد إذا كنت هتعبك تخت عمرك فنم أي خدمة؟ متشكل الرشاد ده ولد مخلص قوي ابن حلال ده 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 شكري هنا ومالو أخذ روك للوحده كده الله الله الكثني امركام ده يا شكري ايه ده يا شكري؟ وعي الصبح كمان؟ ولا حاجة هو جه لقى التبرعات نزلت ريب فعال وقال له زوغ مش كده يا شكشك؟ مالك يا شكري ما تسكى ألم تسكى بي؟ المحتجات المحتجات للعصابة يتهدده الا تACEل مالك يناير مجرد لبنو مكرمين كلاب ده مفتش على حقيقة أسعد أكتر من شهرين وحيتنسي عليهم إيه إذا كانوا بقبلوا ومذابت ده بقول كده مش حيسكوتوا عنا أبدا حيشطبوا علينا واحد واحد معنى كده أن أي واحد فيكو يوصل له جهات زي ده حيدفع طبعاً إيه الكلام اللي بتقولو ده متحك ومال يعني أفئد ولد من أولادي؟ يعني أنت بتشجع شكري على أنه يدفع يا حافظ لا لا ده كلام فارغ لازم يبلغ البوليس لازم أنت لس حكاية أسعد ده مالحقش يبلغ البوليس خرج من هنا وقبل ما يوصل للبوليس كانوا بوتوا ابنه دول ما بيها الضروش يبدفع للأكل ده كلام فارغ حافظ راح فين هبلغ البوليس أرجوك يا حافظ ده أنا معنديش غير ولد واحد ما تمش تمنطشور أرجوك يا حافظ يعني أحد يدفع يا شكري كل شيء تعوض إلا بني اسمع يا شكري نعم أنا عندي فكرة نعم أنت مش ضرورة توقع في اسكندرية ما تسافر أي بلد تاني ومش معقول العصابة حتيجروا وراك والله فكرة كويت اسمع كلام يا شكري من بكرة تسافر مصر بو الصعيد المنصورة الصعيد حتى أروح مصر هناك زحمة محدش عارف حد طب نصيحتي بقى محدش يعرف عنوانك هناك بالمرة قلبك لو بطرة من فضلك ألا إيش مع حضرتك فكرة لا والله أسف أسفر سحر حبي شكري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 يا مهوب بس بس ايه عمري حاجة زميد جنيه زيادة عم نصيبه ليه علاوه وعمل ايه ساقة عربية رزالنا على راجل في الطريق خات فيها خمسين جنيه ايه عايزينها ايه تلو فعمل يا ذا طماع هيعمل لي فورتينة بلا الرجالة لو سبنا له الحبل مش هنعرف نلكمه ابدا ومش بعيد لابعتنا في يوم من الايام في شغلانة يلهف الحصيلة ويقلع هخليه يرجع الميت جنيه والخمسين جنيه نصيبه كمان ادبا له اصلا الحقيقة عمري دا وات جدع وفهلاوي وجريب مش هنعرف نعوضه ابدا وعلينا مع العلامة موسيقى 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 اهلا اهلا دكتور فايز ازاي صحتك لا والله ما بلغنيش حاجة عمدك حادثة حادثة ايه كفى الله الشر لا شقري وامرأته ماتوا في حادث لا حول الله دا خبر مؤلم جدا 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 والولد الولد الحمد لله اللي البوليس بيحالة دلوقتي طبعا لكيلك حالا لا ضروري احطر حالا بحاكون عندك والوحيد اللي اقترح ابلاغ البوليس واصر في الحاح هو السيد حافظ امين امين صندوق الجمعية لكن للأسف باقي الموجودين اقنعوا الضحية انه يحرق فقرر الصفر في الفجر هو وامراته ابنه اذا نقدر نستنتج ان واحد منهم هو اللي بلغ الاصابة وليه ما يكونش الواحد دا من افراد العصابة وعلى وجه التحديل الرأس المدبره بيتصيط ضحياء من اعضاء الجمعية لانه من السهل عليه انه يعرف اخبارهم مركزهم المالي المبلغ اللي قدروا يدفعوها والدليل وضع على كده ان الضحية ليلة الحارس قاله زملائه ان المبلغ المطلوب وهو 3000 جنيه عنده في البيت في الواقع ان العصابة خطيرة ومنظمة لانها ما بتسيبش اي دليل وراها فعلا معنى كده ان احنا هنسكت لجاية لما يرتكبوا جريمة تانية لا طبعا المهمة الاولى لرجال الامن منع الجريمة قبل وقحة دا مستحيل الا اذا حصل تبليغ وده ما بيحصلش ابدا الناس ما بتساعدناش العصابة مخوفاهم واثبتت لهم ان تبليغ البوليس ما يوقفهاش عند حد احنا على الال لازم نحاول نطمن الناس وفي نفس الوقت نصرحهم بالحقيقة نقولهم ان احنا بنقف عاجزين امام اي خطر مصدره مكهول زي الدكتور ما يعجز عن شفاء المريض اذا اغفى عنه اعراض المرض ننشر هذا الوعي بكل الوسائل في الجرايب في المجلات عن طريق الازاع التلفزيون سيداتي سادتي كلمتي دي موجهة اليكم جميعا والى اهل اسكندرية بصفة خاصة معظمكم سمع عن الحارس المؤلم اللي واع في الطريق الصحراوي ده مش حارس دي جريمة دبرتها عصابة خطيرة عشان تستولي على مبلغ تلت تلاف جنيه تلت تلاف جنيه تساوي حياة ربه اسره وزوجته ماتهم وسابه طفل رضيع اصبح مجهول المصير يتيم الاب والام ملو السند ولا معين الاب واصره جواب من العصابة وكان لازم يبلغ البوليس لكن للأسف خافوا هرب هو وامراتوا ابنه فكانت العصابة لهم بالمرصاب فارجو ارجو كل فرد منكم اذا وصلوا اي تهديد يتصر بنا فورا دي المساعدة الوحيدة اللي بنطلبكم بيها واكد لكم لو تعاوننا جميعا وكانت عندنا القوة والشجاعة حنقضي على هؤلاء المجرمين اللي بيهددوا اموالنا واروحنا ده مظبوط ولعل في مأساة هذا الطفل البريء اللي بيرجوكم بصرخاته البريء المتوسلة ما ينزع الخوف من الوبكم ويخليكم تبحثوا معاه عن قتلة والديه أنا حد بناه حد بناه حد بناه هاي باي ابني ابني هاي بيجوه هاي باكد هلين وحشاني انت كمان ما تعرفش ادي ايه عشرين يوم ما شوفتك يجدلوان اعمل يا حبيب يزوروا في كده انا كنت احضرابلك تليفوت نو نو حافز انا ولتيلها كتير جوزي مجنون يا حياتي انا انا اللي بكسب قلوه في الجنات وانت اعمل الوحيد في الدنيا ونعيش محرومين من بعض انا حظ وحش لو كنت عرفتك قبل ما تتجوزي لكن اخسارة انا وياك اهو يا حبيبي انا لك انت بس على طول يا حياتي انا حشرب وياك كل سنة امت طيبة زي النهاردة شفتك في السبب ميل مرسي حافز بس انا مش ممكن ااخذ الكدودة ليه زوق وحش وانا مش عقبك حبيبي يفهمني جوزي عارف لي يا صاحب وبشوفه وبقابله وبحبه كله كدود تجيهوني ياخدوا بيه ويلبقوا مار بالفلوس فانت تخسر فلوسك ليه عشان ايه يا حياتي يا علين يا حياتي انا بكرح جوزي خالص انبرا حولتله يطلقني باع زي المجنون واش عشان بيحبيني نا عشان الفلوس مسك سكينة وقال انا مع وديك انتي وصاحبك فاحسن بلاش نتقابل تاني الين بتعارف ان انا مقدرش عايش بيجد عنك انا خايفة عليك يا حبيبي انت راجل مركزك كبير انا حعملك مشاكل كتير اسمع جوزك ده يصعر عليه انا لطماع بيحب الفلوس شو فيه عايز كامو يطلق قلتله ياخد فلوس عارف قال لي ايه سافل المجرم قال ليك ايه مش ممكن يديله المبلغ ده مش ممكن كام خمس تلاف جنيه ويطلق وبعد كده نتجوز ونقش مع بعض على طول ياريت يا حبيبي ياريت يا حياتي علي خمس تلاف جنيه مش كتير عليك قلله قلله بعد اسبوع حيكون عنده المبلغ وكلمة تليفونية من كبينة عمومي رقم التليفون عشرين تسعة اتنين وخمسين يطلب المهندس احمد عبدو مش بتكتب ليه هذا لش الشغلانة دي دلوقتي حصل ايه عمري مارد شغل عشان رجعت منه المجن ايه ايه يغور في ستين ده ايه يعني مش هنعرف نشتغل من غيره ولا ايه انا خايف يبلغ عنك عنك عن مين عن زمايله طبعا ساعتها هيبلغ عن بتاع السجاير بتاع السجاير هيجيب رجلانة لاننا اللي بدلوا التعليمات بالحبر السري هو فاكر اننا رئيس العسابة انت بعيد محدش يعرفها بلاش كرام خارب عمري ما خرجش علشان يبلغ عنا لا عمري خرج علشان يشتغل لحسابه بكرا يرجع ينطع على بيوت الناس كمل كمل يستاذ أحمد عبد المبلغ خمس تلاقي المهلة أسبوع مع صغير موسيقى 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 وحيئت قلدي وأفراح وهدافي موسيقى يا مابا في قلب و أفراح و هنا في مساء و صباح و هنا في مساء و صباح ملأت فرحا في الدنيا زي الفرح بنجاح و ابت الصوت شوية يا سمير مش عارف اسمع أيوة أنا يا فني مساء الخير يا فن المبلغ خمس تلاف جنيه والمال أسبوع مين يا أحمد مين اللي كان بيتكلم العصابة ياها ايوه اقفل التلفزيون يا سمير يا ماتا اسمع كلام وانت يا عيش خد اخواتك يلا وطلوه على فوق يلا يا نهاد يلا في اي يا مام ما لك يا بابا تعبين بابا كويس يلا انت اخوتك على فوق هيا يا أحمد عاوزين كام خمس تلاف جنيه حتتفحهم طبعا الموقف مش عاية تفكير يا أحمد انت عندك الفلوس في البنك رأس مالي اللي بشتغل به اللي بربي هيالي به انا هلكت وصحة راحة عقبال ما عملت القرش الدول انا حبلغ البوليس مش ممكن دا يا حسن فاهم مش ممكن ما هو اذا دفعنا نبقى احنا مجرمين اللي بنساعدهم مرة واحدة بس نقف قصدهم بشجاعة ونبلغ البوليس هو اللي حيساعدنا مش حيقدر ايوه انت بس احمد الفلوس اللي حتروح تيجي غيرها لكن ولادنا مش حنعوضهم يا أحمد علو احمد محافظة الديني القابل العام ايوه ايوه رئيس المباحث الجنائية احمد اعمل معروف يا احمد ابو سيدك علو انا المهندس احمد عبدو العصابة كلمت بالتليفون من شوية وهددتني بخطف بنتي اذا ما كنتش هدفعلوهم خمس تلاف جنيه والمهلأ اسبوع كده طب دي نعنوناك من فضلك ايوه طب اطمنه حنتاخذ اللازم عظيم ايه خير يا فند العصابة هدرت واحد دلوقتي بخطف منتو ان ما كانش يدفع خمس تلاف جنيه ويه العظيم في كده يا فند انه بلغنا هو بنفسه اللي كان بيكلم دلوقتي وبيسنجد بينا علشان نحميه عظيم يا فند فرصة من دهب احنا لازم نروحه دلوقتي بزيطة كبيرة علشان نطمنه وانطمن الجرال اللي حواليه والخبر طبعا حينتشر في البلد فكل الناس الشجع وتبلغنا وبكده هنقدر نقبض على العصاب يلا بينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مساء الخير يا فند مساء النور انا رئيس المباحث اسماعيل حمدي فضل متشكر انا جاي طمنكم ان قدرت الامن العام اتخذت جميع الاحتراطات اللازمة والبوليس الوقتي مشدد الحراسة حوالي الفيلا حد يكلمكم في التليفون بعد ما انتصلتوا بينا بتكلموني من النادي علشان اروح اصهر اياه فاعتذرت قدتلوا من العصابة هديدتك واني بلغت البوليس كويس فيه خدمين موجودين وبيغوحوا بالليل من هنا ورايح اي حد يدخل لازم نتحقق من شخصيته وبخصوص الاولاد والمدرسة حيكونوا تحت الحراسة يا استحيل دي فرصة للعصابة عشان يخبطوهم بعربية يضربوهم بالرصاص ما تخفيش يا هان البوليس حيكونوا اياهم انتوا يمكوا ايه يموتوا كلهم عشان تمسكوا العصابة يا هان اما الولاد حياخدوا اجازة من المدرسة ويفضلوا هنا قدام عيني الا انا يحكي المهم يفوت الاسبوع على خير حر الزابط حيفضل معاكم على طول عن اذنكم الا اصابة حتوصل لغرضها قبل ما يفوتوا الاسبوع مش هتقدروا تعملوا حاجة ابدا مش هتقدروا تعملوا حاجة طولي بادك اصلاعي فوق اصلاعي فوق افضل يا حضر الزابط الو انت بلغتوا البوليس طب خدوا بالكم من عيالكم كويس بالعصابة مش كده الو الو شايف انا مش قلت لك حيعمل ايه البوليس ازا حتفاد لولادي عشان خطر الفنوز مرهات الولادي عايشين في رحب لا بيأكلوا ولا بيشربوا ولا بيناموا ودي حالة محدش يستحملها ابدا ارجوك تهدي اعصابك المهلة فات منها خمس سيام دلوقتي ومحدش منهم اتجرق وهووا بناحة الفيل مش هيسكوتوا هيجددوا المهلة مرة وتانية وتالتة وفي لحظة حيمتهزوا الفرصة ويضربوا ضربتهم ده مستحيل مش هيحصل الحراسة حتستمر مهما طالت المدة لكن احنا محفوصين في البلة انا انقطعت عن عملي الولاد ما بيروحوش المدرسة وده اللي هم عاوزينه حيفضلوا ورانا لحد ما نفقد احصابنا وندفع الفلوس يا سيد احمد المفروض انكوا تستحملوا شوية والنتيجة ايه ماهو لو كانت في نتيجة كنا استحملنا تأكد في النهاية العصابة حتيقس وتترك العملية وده بس اللي انتوا عاوزين توصلولو طب ماهو لو سبونا حيروحوا الغرنة ده مش اجراء عملي ابدا 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 ماهو يتشوفونكم حل يتسبوني ادفع واخلص سبنا شوية محمود سجارة؟ لا متشكر التين قهوة يا مرسي حاضر افن متشكر انا لازم اكون في البيت دلوقت ما تقدرش تتصور الولاد حاليتهم ازاي انا مش هعطلك كتير يا دوب نشف في انجال القهوة سوا فاطر فاطر السريح يعني كان لازم حفلة عب ميلاد احنا في ايه ولا في ايه؟ الولاد مكتومين بقى لهم ست ايام مش لازم نفرفشهم حبة دي ما بقتش عيشة ده سجن انا خلاص ما بقتش استحمل اكتر من كده هانت يا احسان هانت كلها يومين وتخلص المدة مش هيسبونا يا ندفع يا حد مننا يموت ويمكن يموتونا كلنا كل زنة وانت طيبة تشكينة قوي يا بابا حافظ ايه ايه بمبوني ايه انتوا هتاكلوا طرطة جوه اهلا حافظ انت دايما تيجي على اخر دي اكده يلا يا جماعة اتفضلوا اتفضلوا كل لسانة وانتوا طيبين بس ما تشربوش الشاي اه اللبن مسموم ما حدش يشرب من الشاي اللبن مسموم مسموم بدوني مندي مندي الو ادينا رئيس المباحث مفضلك دي ما شعيشة دي ده مش كلام ده ده شيء زيادة عن النزوم وبعدين البوليس يطلب مننا اننا نبلغ ودي اخرتك كنا كلنا حروح في ده يا طرطة دور على مين فيكو بعد كده يلا بينا يلا بينا انا متأسف اول اللي ازعكتكم بالعكس نحنا المتأسفين على اللي بيحصل ده وربنا معاه مساء الخير يا جماعة مساء الخير انت كنتم ماشيين ولا ايه؟ في الواقع الموقف اصبح صعب جدا على عموم الموقف انتهى خلاص ايوة انا حدفى عن شلوس للعصابة كده هو مرة واحدة؟ تقدر تقول لي سيادتك حسنا ايه بعد كده؟ تبقى العصابة نكحت في مهمتها فضلوا خوفوكوا لغاية ما سلمتم دول سمموا اللبن يا فندم يا سلام طب تفضلوا معاه انتو بتشتروا اللبن سايب ولا مباستر؟ مباستر والازاز مقفولة وازاي بقى قدروا يحطوا السم في اللبن؟ لانا مندهش له اكتر ازاي العصابة عرفت ان احنا بنشرب شاي ولبن وفي اللحظة دي بالذات؟ تسمحوا لي يا فندم ايه يا حضرت الزابط طب هم خايفين والخوف هو اللي مخليهم يعملوا كده وانت كمان يا زابط يا همام خلي الجنب التليفون واي حد يتكلم انا اللي حرد عليه كل سانة وتطيبة وانت ما زيل انت طيبة صدقتوا ان العصابة بتخوفكم اتفضلوا جماعة خدوا راحتكم كلوا واشربوا وهي يصب دولاش راية رعاع او باش ان ما تمسكوش النهاردة حيتمسكو بكرة وتأكد يا هاني مساعتها حتشعري بالفخر والسعادة لانكد السبب في القبض على العصابة تسمحي معين على فين اعين الفيلا عن اذنك باش مهندسة اتفضلي دي قط النوم كل لها دلوقتي بنباد هنا في قضاء واحدة اسمعي يا هاني ايوه انا هكلمك بصراحة بفضل وانا بشة باللبن ما كنتش متأكد ان كان مسموم ولا لأ شفت بقى مهمة ابو ليس صعبة زي معلنا انا عايزك تثبتي وتخلي قلبي جامد انا هاعتمد عليك انتي انتي بس بتخليش جوزك يتفع ولا مليل واكدلك هنقبض على العصابة الليلة يا ريت نايم البنت في سريرها حاضر عاوز مني الخدمة دلوقتي ايوه الساعة دي بنقس بيها الزمن استوب واتش ايوه عارفة انزلي دلوقتي مع ضيوفك اتحكي فشهم ودوري مزيكة ورقصي وكل حاجة فجأة انا هزع تطلعي جر وطبعا هم هتطلعوا وراك المهمة تكوني اول واحدة توصلي هنا وبعدين وبعدين انا هتطلع لك المجرم من وسطهم البوليس مهتم المرادة بالموضوع ما هو لازم كده الحكاية اصبحت ما تحتملش السكوت اصلها ما عادتش فلوسه بس دي ارواح ناس بضية فيه ايه يا احسان مفيش حاجة وفين الزابق بيعين فوق عضو يا جماعة خليكم معايا شوية لغاية اعصابي ما تهدى دور البيكابي يا احمد اتفضلوا 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 يا جماعة ترتقوا اشربوا الشاي ولا بلاش الشاي ازا كنتوا خايفين اخي في بشي دعبا اتفضلوا 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 يا سابي الجواب ده جواب ست الاف جنيه او حيات بنتكم الحوو فين الزابط ايه فيه سيادتك بعدت واحد زابط انا بعدش حد واحد من العصابة انتحت شخصية زابط ودخل خطف البنت ازا يا حر الزابط ده يحصل وانت موجود يا فاندي مدوصل في عربية بوكس والبنت كانت فيل لما تخطف فوق يا فاندي ولما طلع فوق ما طلعت شوية ليه انا ما شكتش لحظة في شخصيته وده اللي خلاني اسيبه يتصرف زي ما وعايز اتفضلوا معايا كلكم اتفضلوا معايا كلكم ولكم مجمعين على ان صاحب الصورة ديت هو اللي خطف البنت ايه هو انا شخصيا متأكد منه مية في المية ابراهيم سيد العقدة الشهير باسم فرنس سنه 32 سنة اخطر مجرم في حوارس النص والسرقة والسطر متخصص في فتح الخزن وسرقة البنوك وصل قبل احترافه الاجرام الى مرحلة التعليم السنو يتكلم بعض اللغات ويجيد التنكر حكم عليه مرة واحدة بالسجن عشر سنوات وقضى المدة وافرج عنه من سنتين خيحر الزلد تنشر صوره في جميع الجرائد والمجلات واعلن عن مكافأة الفين جنيه لمن يقبض عليه او يرشد عنه حاضر يا فن اتفضلوا عمري هو اللي عملت اتلمى على فرنس وفضلوا مستني يلا غيرت ما سوينا المسألة وخلاص حنا كلها وراحوا خطينها مننا قبل بنتك الخلاص كان خلاص حيدفعل خمس تلاف جنيه حيدفعهم انا مش مجنني غير فرنس خد البنته انا وارف فات من تحت درفي انا معلاش انا وهو والثغن طويل ما تسيب الشغلانة دي وخلاص مش ممكن اجلتنا لازم يدوروه على عمري ويجيبوه من تحت الارض هو اللي حيدلنا على مكان فرنس اكتب عندك ويتنفذ في الحال في الحال حقس مين صباح الخير يا براهيم صباح الخير يا فندم يا مجدع انت صاهر ما نمتش خلاص الليلة البنت فضلت تعيى طول الليل وفين وفين اقبال محلتها وسكتت هي فين جوه فن لا ساب ساب انت دلوقتي نجحت في النص الاول من الخطة المهم انك تنجح في النص التالي وده بقية يا ساعدة البيه انك تدخل في وصة العصابة وتبقى واحد منها واول عملية يعملوها بعد كده تبلغنا فنصبتهم متلبسين هم والرص اللي بتحرك فضل فضل العفة يا فندم اشرب يا راجل انت بقيت واحد مننا خلاص مين كان يشدنا يا ابراهيم فعلا يا بيه من فرنسي النصاب العالمي اللي كان مدوق حضرتكم يصبح بقدرة قادر الزابط كبير قد الدنيا احنا اخترناك بالذات لانك نبيه وفهلاوي وشجاع وفي نفس الوقت متأكدين انك بقيت انسان شريف ومواطن صالح البركة في ابني من يوم ما فقت بصره انا قلت ربنا عماه علشان ينزرني فبطلت الاجرام الحمد لله بكسب دلوقتي من عرق جبين وكل هم ياخد منكم الالفين جنيه المكافأة حلشان اعلجه وردله بصره ان شاء الله حيتحقق املك ولازمت ايه بس الفضيحة ديها سعدت البيت اصول الشغل يا ابو خليل ما انت سيد العارفين ومراتي انا حلفت لها عالمصحف اني حتوه وحمدت ربنا انها هتعيش بلقم حلال هتقول ايه دي الوقت المهم لما نقض على العصابة وصرطك تظهر في الجرائد ومكتوب تحتها البطل رمز الشجاعة والتضحية ولو دخلت العصابة وما خرجتش يعني بالعربي لو دبحوني برضو هتنشروا صورتي وتحتها البطل رمز الشجاعة والتضحية ابدا هتكفو على الخبر مجور هموت وافضل في نظر مراتي وابني مجرم خايل العهد عاوز ايه يا ابراهيم مراتي لازم تعرف من دلوقت احنا خايفين عليك مراتي هتخاف علي اكتر منكم اسمع الكلام بماد يا ابراهيم انت عارف الستات كويس انا ضامن الست بتاعتي يا كده يا بلاش انزل ابراهيم شوف مراتي قبلك صح وترجع لنا بعد ساعة ساعة مش اكتر حيحصل ابراهيم ابراهيم مراتي لكن ابراهيم لكن شوف ما تخفيش يا فاطمة البوليس ما بيدورش علي اللي في الجنان ده مش مزبوط البوليس ما اتفقوا ايايا اساعدهم علشان يقبطوا على العصابة اللي بتهدد الناس صدقين يا فاطمة انا حلفتلك ان حمشي مستقيم وانا عندي وعدة صرت دي علشان يوهموا العصابة ان انا مجرم بحق حقيقة وليه يا ابراهيم كده ما كنا عايشين في امان الله عشان حسن ابني حقدر على الجوافة حيدوني مكافأة الفين جنيه تسر بينه وبينك ما يطلعش علي حد ابدا قد تابع نص الساعة ما فيش غرها حسن فيه جوا حسن بابا حسن حسن مش تحاسب يا حبيبي كنت فين يا بابا غبت عليك مبارح معلش سمحني قصي طبقت النباطية ويا دوب موادي التاكس الجراش انت بتتعب قوي يا باب بتعب يا سيدان اما لما عجز هتعمل ايه؟ ياريت نقدر الشغل وساعدك هتشتول يا حسن ايوة هتروح المدرسة تاني وحتكمل تعليمك وحتاخد الشهادة كبيرة وتبقى مهندس قد الدنيا انت مش عاوز تطلع مهندس؟ بابا هيجيب لك الفلوس يا حبيبي عشان تعمل العملية العملية عايزة فلوس كتير قوي يا مام انا مسافر السعيد النهاردة اصلا عندي حدة ارض هناك حبيحها وبالفلوس حعالجك وان شاء الله هتخف وترجع زي ما كنت وقع حسن هتوقف في السفر قد ايه يا بابا هي يا بابا مش عارف يا حبيبي لحد ما لقى المشتري وابحها وارجع لك على طول هتوحشني او يا بابا وانت كمان يا حسن هتوحشني او يا حبيبي اشوفك بخير يا بابا ماشي دلوقتي ايوة مع السلامة يا باب الله يسلمك المأمورية دي حتاخد قد ايه معرفش انا وظروفي خد بلك من نفسك يا براهيم فاطمة لو مرجعتش وصيتك حسن اعمل له العملية ما بلاش المأمورية دي يا براهيم انا قلبي مش متطمي لا يا فاطمة انا فيدي بحياتي ويشوف الدنيا تاني كنت هدفع المبلغ واخلص اهم دلوقتي طلبين ست تلف جديد ده مش مهم ان ما كانش معاك المبلغ احنا مستعدين انا شخصيا تحت عمرك اطلب اللي انت عايزه انا خايف البنت يجرى لها حاجة ما تخافش لو دفعت حيردها لك سليمة ما حدش اتصل بي لحد دلوقت حيتصلوا اتطمن بس زي ما قلت تديهم الفلوس بس سوعة تدي خبر للبوليس البوليس وانا جننت تليفون يا باش مهدف مين معرفش ما قالش اسمي المفروض اللي بيكلمك دلوقتي فرانس بيحددلك بكرة اخر معادل الدفع في حد من اعضاء الجماعة جنبك كويس اوي انا عايزك تتقن دورك وتضطرب كأن بنتك فعلا في خطر الست تلف جنيه هبعط أمنك البيت اللي لدي اكتب بالان انت لحظة واحدة بفضلك ايوه قلعد قيد باي هتعمل صياط المعاد بكرة شفكر الساعة خمسة حاضر هكون موجود في معاد بالزبط قلوه وبنتي امتى هترجع البيت ويس اوي الركة دي خليك على كده بات ساعة يانساعة ستطوران دي تاعة تاعة الهتغيق باي عامل صياط تاعة 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 اشتركوا في القناة 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 مرحباً اشتركوا في القناة بس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عمري في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحباً اشتركوا في القناة مرحباً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحباً اشتركوا في القناة 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 بخصوص المكافأة اللي أعلن عنها البوليس الالفين جنيه ايه هنرشد عن فرنس ولا هنسلمه لا دي ولا دي هشغلوا يا أنا لا اقتلوا انا شايف انه خسار ينفعنا بالعكس موتوا أكسب لنا ازاي بقى اقولك تلوقتي هو المجرم اللي بيهدد الناس واللي كل الناس عارفينه لو احنا عملنا شغلانة عنظار البوليس هتتجي إليه هيدوروا عليه مش هيدقوه اقتلوا تقوه في الصحراء مع السلامة استني عاوز أكلمك في موضوع موضوع ايه ايه بين عاوز تقول ايه وصمم برضو تديلها المبلغ وانت مالك انت انت بتحسبني لا انا مش بحسبك ولا حاجة بس شايفة كل يمون دول يعني تماديد زيادة شوية في حبه حب ايه يا ابن انت لسه صغير انا ما بحبش في الدنيا ابدا انا حب الوحيد دول دول اللي بحبه طب خلاص وفر خمس تلاف جنيه خسارة فيها مش خسارة اذا انا دفعت لها خمس تلاف جنيه يبقى انا حكسب من ورها خمسين الف ده موضوع كبير اشتديش انت الموضوع هتعرفوا بعدين الو ما في لا يا حميل الجلدي نازل من السوق طب انا مش هطول عليك الاحسان يطب على غفلة اللي امانة جاهزة هتجي امتى مس تنيكي واو로 فاري asher 게 ايه شري 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 سهر ع Chong إيهي إيهي. ما سأت anh melt حقك. إيهيييه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنزل تحت ان شاء الله تكون عرفت العنوان قديت الفلوس لزميلي شفت بقى انه مش عمري اشتركوا في القناة هنتمشى شوية برا هتسلموني للبوليس عشان تاخدوا المكافأة مش عبتخنوني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مش عيب معقول حد يبلغ عن زملاته ولاد كارو اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حتى بالأمارة مطلعين فيزا وحترحوا فرنسا مش كده يا شريح هو غسب علي يا حبيبي حددني ولي كل الناس انا في حاجة بيني وبينك فانا خفت عشانك على اسمك ومركزك يا حياتي يا إليم يا حياتي ألاقي فيه الواحدة تحبني الحب ده كله وحتسافره امتى؟ يوم العربعة يعني بعد ثلاثة ايان مش ممكن أسافر وأسيبك حماوتناك لا يا حبيبتي لا اوعي اوعي تضحي بنفسك ده أنا كنت أحرق روحي سافري وتمتاعي وأنا هعمل كل جهدي علشان أحصلكوا على هناك ودلوقتي بقى مع السلامة لحسن بعدين جوزك ييجي ويعمل فضيحة يلا يا سيدي بس أرجوكي أول ما تقصلي فرنسا تبعتلي العنوان بالمصبوط أربار منامور أربار شيري ترجمة نانسي قنقر 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 وعلى الدهب والمجوهرات وخلافه جري يا مصطفى يا دي أول مرة حنقتل فيها لا بس لازم يكون فيه رسم نمشي عليه ولا أنا أعزم الخاجة ومراته يعوصنا ونروح باللوش احنا لازم ننفس كلام الراجل بالحرف الواحد جري يا جماعة العملية دي مش لحسابنا خلاص نسرق الدهب والمجوهرات ونقلع ولا نقتل ولا نتبح يا جماعة يا الراجل قلبه علينا ويفكر لصلاحنا لازم نقتل الخاجة ومراته عشان لما البوليس يحقق في سريقة ما حدش من الاتنين يحط منطق انا ما بجرش نقتله وننزل بالبضاعة بيننا راي ونقتله ازاي هنا القطة عرفتوا انكم ما تقدروش تستاغنوا عن الراجل قد انتوا حتاستوا ساكت ليه يا سي فرانس يا حادث يا فهلاوي ما تورينا كرماتك يا اخوة ولا بس نسلتوا كده وهلضمع الفاضي انت عارزين تقتلوا الخواجة ومراته اه ونسرق المباهرات والدهب وخلاف مسألة بسيطة خالص اتنين يخرجوا واحد يعمل زابط والتاني عسكري ويطبوا على الخواجة ومراته في عز النهار في عز النهار اتنين يخرجوا بقى خلوا احد عرب تتكلم بونجور يا خواجة احنا بوليس اللي لا في عصابة حتاخد اجلكم ما تخافوش احنا هنعمل كمين عندكم هنا في الشقة لغاية ما نقفشهم فين التهم فين المجوغرات فين خلافهم بالطريقة دي هنعرف كل حاجة فين بالسهل وبالليل حسب الساعة الفلانية هنطبع عليهم بربطة المعلم في الشقة على اننا البوليس اللي حيعمل كمين وصار مدام بنصر مسي الخواجة ومراته حيفتحوا لكم الباب وياخدوكم فأهلا وسهلا تقفلوا الباب وتعملوا اللازم أروفار أروفار اسم الله عليك ولا ما في منك أبدا حق يا جدعان رسم ما يخرش المال لاش تضيع وقت شوفوا من فيكم حيعمل زابط روح يعاني الشقة اشتركوا في القناة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة دكتور طلاق فطلاق إذن دور السيدان دور السيدان دور السيدان دور السيدان دور السيدان أبداً أبداً طب قولي لي مادام؟ مفيش عدوة بينك وبين حد؟ مادام؟ لا مفيش مفيش لا فيه مادام الظاهر إن فيه واحد بيكرهكو قوي لأنه مش عاوز يسرقكو بس عاوز يتبحك انت وجوزك مونجيوه سين كريمينيل سين بونجيه من الببان الفرسة مين ده مادام؟ الكلب، المجرم، كله ده عشان إيتي هتطلع من الجوز ومين ده مادام؟ حافظ حافظ أمين ميشتغل إيه؟ ميشتغل المقاول ها؟ مقاول آه مقاول وساكن فين؟ حد عشر شرعة رسط طب مني مادام ما تخفيش إحنا رجال البوليس هنحميكم منه من أمثاله وحنقبض عليه هو وأعصابته اسمح لي التليفون تفضل آلو؟ المحافظة؟ بدين ما بحث العامة بفضلك أفندم؟ مين؟ الرائد نبيل سعد إبراهيم؟ ينصر دينك؟ بدي كلم من اين؟ بكلم من شقة الخواجة جورج رؤول لا يا فندم العنوان مش مظبوط زي ما قلتلي اكتب عندك استنى إبراهيم أي ها؟ والمدام اللي إسطرها أنا ورت لنا الطريق قالتلي إن في طار بايت بينها وبين واحد اسمه حافظ حافظ أمين حافظ أمين؟ حافظ أمين؟ دي معلومات تهمينا خارس ها؟ كمل على أموم أنا طمنت المدام وحطمنها أكتر دلوقت هفاهمها معايا يا فندم؟ معاك أهو أبراهيم قول هفاهمها إن العصابة حطب الليلة الساعة 11 11 بالزبط علشان تتباحهم وتسرق الذهب والمجوهرات وخلافه وطبعاً في قوة من البوليس هتوصل قبل منهم علشان تعمل كمين وتصبطهم متلبسين طبعاً يا أبراهيم طبعاً وإذا حبيت سيادتك معلومات زيادة أنا موجود هناك اتنين وسبعين تسعة تسعة وسبعين أيوة فاهم فاهم لا ترفون العصابة صح عندي سيادتك أي تعليمات يا فندم؟ مشاكلين أو يا أبراهيم وأنت حتكون مع العصابة طبعاً ربنا معاك يا بخليل مع السلامة بهذا كيف تعلقك؟ خرج ما تخبرتك؟ خرج ما تخبرك يا بخليل صح قلت في صح لا تخبرك يا بخليل ما تخبرك الإصابة مرحفة اً شخص كن بخري فعلاً لا تخبرك أمار 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 اه ازاي الحال كل شيء تمام وليه الاخرة كده وصول الشغل يا خفيف ايه بس انت تأخرت يجلو الساعة صراحة اصل خواجاحي اللي ادفعيني رعتها رمش وانا وهي برا زي اللطخ ثانية واحدة يا عاق ودلي استهن تضلي ايه ابراهيم بابا لا يا حبيبي ده مش بابا انا بس غلطت في الشبه بابا لسه مسافر تصور الوليه المجنونة في تكرتك جزة وليه ديلة الوليه اه ده مش بابا لسه تملوت بصلي لو كنت ابو صحيح كان شبط فيه ايو 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 اقابنكم او انا في حيط الدين مطاهم انما ربنا ساتر بقى او او ايو 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 Armenia عليها قلبي زي الفنان تصارى درش قبل ما دخل على الولية الخواجية راح عامل الزاز وقبل ما يخرج راح رقيحة حتة دي الرمش لحاجة كده عن ماشي ايو ايو يا اخويا ايو ايو في ايه يا سين دخل عليكم بالحنجل والمانجل وفضل حط دهبيس في الرجل بتاعنا قال ايه لازم تشتغلوا لحسابكم هتكلم في ايه ابراهيم بسلامته طلع بوليس بوليس اصدقوا المرشد بوليس يا مهاري سويد سي عرفت قمني يا فرنس ايه الأخبار قلوا تمام وتفتكر الواحد مننا يطلع في الشغلانة دي بكان الف جنين الف قول الفين ثلاثة كم في صحتك طب اسمع اي تغتفرجلك حالنا على فين تشوف الست دي وتتأكد اذا كان صريح مراته ودي عرف عامها زي تسأل في عامة الدكتور اتصرف طب يطلع عند اهلي شغل عمفو تسأل في عامة الدكتور 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 اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انا مش اقتلك بالمسدس ده لا انا اشرحك حتة حتة ما خلي البوليس ينفعك بقى ازي الفرنس ها ها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر س Peninsula ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 وتتشرف الجمعية بان تضم اليها عضوا جديدا ابدى من الشجاعة والبطولة ما يستحق كل اعجاب وتقدير موسيقى 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 اه الحمد الله موسيقى مبروك ألي بريكي